الشعير هو أقدم حبوب عرفها الإنسان عبر التاريخ لها فوائد مزهلة ممكن نشتريها مع القشرة أنا ما لقيت مع القشرة فجبتها بدون القشرة مع القشرة أفيد بالأخاص لمرضى السكر والضغط مرحبا بيكم اليوم هنعمد بيت زردون عجن بدقيق الشعير سهلة وسريعة كتير يبعد وصف واحد كوب من دقيق الشعير مئة أربعين جرام قليل من الملح معلقة صغيرة خميرة ماء دافئ بحرارة الغرفة ثلاث أرباع الكوب يعني مئة وتمانين جرام كوب إلى ربع نوضع جميع المكونات على الشاشة إذا أنت بتاخدوا صورة للمكونات نترك العجين تتخمر أو تتضاعف حجمها حوالي نصف سعة أو حسب حرارة المنزل مهم يتضاعف حجمها أي صنية ممكن نستخدم إلها حواف هذه هي المكونة تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل 220 درجة مئوية بنوضع البيزا في الرف الأسفل من الفرن 10 دقائق هيك بعد 10 دقائق بنوضع الصلصة بنوضع الخضروات هي اختيارة وأنا أوضع أيضا باسترمة شو بدكم أوضع نرجعها للفرن لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق حسب كيف تحبوها تكون ناشفة مثل ما حكينا استخدموا أي صنية توفرها عنكم إلى حواف توابل البيتزا توابل البيتزا حوضع الرابط تباحها تحت فيه صندوق الوصف الوصفة تبعها توابل البيتزا هي بتعمل طعم كتير روعة للبيتزا أي صنية أنتوا استخدموها يكون لها حواف هي كتير روعة وكتير مميزة مثل ما أنتوا شايفين شوفوا كيف من الداخل شوفوا كيف من الداخل كلها مفتحة كتير روعة ومميزة إذن تبقوا إياه ناشفة المرة الثانية بدل 5 دقائق خلوا 10 دقائق أنا بحبها شوية تكون فيها رطوبة تكون طرية تبقوا إياه ناشفة أكتر خلوا 10 دقائق أو 8 دقائق حسب زوجكم أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر